السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم أهم الأخبار يتضمن مناقشة القصف الإيراني مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل نشرت الدائرة العامية لمجلس النواب اليوم الخميس جدول أعمال جلسة السبت المقبل ويتضمن جدول الأعمال مناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان وأدناه الجدول بالكامل جدول أعمال الجسرق 3 السبت 28 الأول 2020 قراءة آيات من القرآن الكريم أولا تأدية اليمين دستورية لبعض السيدات والسادة عضاء مجلس النواب ثانيا مناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق ثالثا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية لجنة الخدمات والأعمار اللجنة القانونية اللجنة المالية 22 مادة رابعا القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار لجنة الاستثمار والتنمية لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة 24 مادة خامسا القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال لجنة العمل ونظمات المجتمع المدني اللجنة المالية اللجنة القانونية 113 مادة سادسا مناقشات عامة تبدأ الجلسة الساعة الحادية 10 قبل الظهر